في الفيديو السابق كان موضوعنا Analyzing Simple Circuit with Ohm's Law والآن تكمله هذي الموضوع في هذا الفيديو في هذا المثال سوف نحسب مقدار التيار في الدائرة اللي موجودة اتكم في المزمة اللي انطيتكم ياها على جوجل كلاسروم في بداية الكورس الأول مع طاق قيمة الجهد والمقاومة طبعا بالرسم التوضيحي منطيني قيمة فرقة الجهد 92 بولت وقيمة المقاومة 3 Ohm في الحالة حسب قانون Ohm I equal to E على R equal to 12 V على 3 Ohm equal to 4 أمبير إذن الناتج مالتي هيكون قيمة التيار هي 4 أمبير In the second example بالمثال الآخر أو بالمثال الثاني حسب الرسم المعطى في الملزمة سوف نحسب مقدار المقاومة في الدائرة مع طاق قيمة الجهد والتيار فصيغة السؤال ستكون كالتالي What is the amount of resistance R offered by the lamp إذن ما هو مقدار المقاومة التي يقدمها المصباح فحسب قانون Ohm R equal to E على I حسب المعطيات في الرسم التوضيحي إنه 36 V على 4 A إذن عاوض مكان الجهد ومكان التيار حتى استخرج المقاومة ورح تكون قيمتها 9 Ohm In the last example بالمثال الأخير سوف نحسب مقدار الجهد الذي يتوفره البطارية في ضوء قيم التيار والمقاومة فيكون صيغة السؤال What is the amount of voltage provided by the battery ما هو مقدار الجهد الذي يتوفره البطارية إذن حسب قانون Ohm حيكون عندي E equal to I في R أقوم بالتعويض حسب الرسم قيم المعطات بالنسبة للتيار والقيمة المعطات بالنسبة للمقاومة حيكون 2 A في 7 O equal to 14 V اللي هو قيمة فرق الجهد موسيقى اشتركوا في القناة